صباح الامل صباح السعادة صباح بكرة احلى اعزي المشاهدين اهلا ومرحبا وصباح بكرة احلى السبت من كل اسبوع النهاردة عندنا حلقة يعني متبيزة عندنا الفقرة الاولى معانا الدكتور حسام الجبالي اخصائي الجهاز الهضمي والكبد والسمنة النهاردة هنتكلم عن حاجات مهمة انتظرونا عندنا الفقرة التانية مع الدكتور محمد عبدالعزيز خبير الاقتصاد والمتخصص في الافريقيا هنتكلم عن التمولي الاسلامي للارهاب نبتدي زي ما عودناكم بالاشعات الاشعات لازم كلنا نكفح لان دول اسقطتها الاشعات واسقطتها السوشيال ميديا فلازم كلنا نحارب الاشعات عندنا من ضمن الاشعات النهاردة بيقولك خسخصة مصلحة الشهر العقاري شفتوا الكارسة؟ خسخصة مصلحة الشهر العقاري كلام ده مش مظبوط لان الشهر العقاري هتفضل جهة حكومية لانها جهة هي الاساس لحقوق الناس يعني فمنفعش انها تتخصخصة عندنا كمان يعني بيقولك بيع لحوم منتهت الصلاحية في المجمعات الاستهلاكية كلام ده برضو مش مظبوط لان المجمعات حتى الاستهلاكية بالاخص عليها رقابة جديدة جدا وتملي لما بتبقى اي جهة حكومية بتنزل منتج غزائي بيبقى عليه رقابة اشد كتير جدا حتى من الخاص فالكلام ده برضو تلع اشعة بيقولك عندنا كمان معرض الكتاب بيقولك عشان ما فيش ميزانية فمش هيتعمل برضو الكلام ده مش مظبوط واكدوا ان معرض الكتاب من 22 يناير حتى 4 فبراير عايزين نهتم قوي وناخد بالنا قوي من الاشعات مهم ان كلنا نكفح لان قلنا قبل كده مرارا وتكرارا دول كبيرة جدا اسقطتها الاشعات تعالوا بقى ندخل على اللقاء المتميز مع الدكتور المتميز الدكتور حسام الجبالي اخصائي الجهاز الهضمي والكبد والسنة اهلا وسهلا بيك يا دكتور ونورت صباح بكرة احلى صباح خير يا سيد وجدي واهلا بيك واهلا بالسادة مشاهدين اهلا وسهلا بحضرتك والتملم نورنا وجدنا اتصالات كتير بعد الحلقة اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت لما كنت معنا لان طبعا تملي عندك مشغوليات فاحنا بنحاول بقدر الامكان نخطف المتميزين عشان يفيدوا المشاهدين شكرا جزيلا حياة اكساس وجدي وانا تحت عمر مشاهدين في اي حاجة اه دكتور حسام الجبالي اخصائي امراض الجهاز الهضمي والكبد والسنة كمان اه هو دكتور متميز ليه باع في هذا المجال ويمكن فيه كتير جدا من من المرضى بيحبوا الدكتور دوت لانهم بيروحوا اول ما بيدخلوا بيطلعوا زي الفون فعشان كده هو احنا عايزين نقول ايه اسباب التهاب الكبد وطرق الوقاية منها بسم الله الرحمن الرحيم التهابات اللي ممكن الكبد اولا هو تقريبا اكبر تاني اكبر عضو في الجسم بعد الجلد بيتكون من فصين الالتهاب في الكبد بنقسمه الجزئين يالتهاب حاد يالتهاب مزمن الالتهاب الحاد اشهر سبب فيه هو الفيروس الكبد الوبائي الف اللي هو بيجي بالاكل الاكل الملوس او الميا الملوسة الاسباب الاخرى برضو تشمل بعض السموم من ضمنهم الكحليات في اسباب تانية زي القصور الشديدة اللي يحصل في التغذية بتاع الكبد او يعني بنسميها زبحة الكبد ممكن تسبب لنا برضو التهاب حاد وبعض انواع الادوية استخدامها بافراط او بدون اشراف طبي ممكن يسبب لنا برضو التهاب حاد على الكبد الالتهاب الحاد على الكبد هو يعني نقدر نقول انه بيبقى او يعني الكبد بيقدر يتعافى حتى ولو بدون علاجات بس الفكرة فيه المدة المدة بتختلف حسب السن كل ما السن بيصغر ممكن ما يعملش اي مشاكة او زي اي نزل البارد لسا ناشطوا كده اه بالزبط كل ما السن بيكبر لا بياخد مدة اطفل الالتهاب الحاد هو اللي بيعملين اعراض شديدة في الكبد يعني اللي يبقى بدايته كأنه دور برد ممكن حرارة ممكن غسيام ممكن قيء ممكن قلم في البطن اه بعد شوية تبدأ تظهر الصفرة هزال عام اه لكن برضو في نهاية العلاج الاساسي بتاعه ان احنا بنريح خالص في السرير اه ما بنعملش اي مجهود لغاية الصفرة ما تبدأ تنزل لمعدلاتها الطبيعية احيانا في بعض الاحيان برضو بندي ادوية مساعدة ان احنا نوصل للعلاج التام طب يا دكتور حسام هل يا طرى بتنصح انه يتجه للطبيب اول ما تيجي اعراض ايه يعني ايه يعني اول ما حس باعراض ايه يعني اجري بسرعة على الطبيب الالتهاب الكبد الكبدي الحاد اعراضه بتبقى عنيفة يعني ايما بيقى فيه قيء شديد قلم شديد في بطنه في البطن مسيان اجهاد شديد اه او حتى يبدأ الاسفرار ويمكن الاسفرار ده اكتر حاجة بتوجه المريض انه يتوجه لا لازم يشوف ويكشف ويشوف ايه سبب الاسفرار المفاجئ ده مع الاسفرار برضو بتبقى فيه علامات تانية زي البول ينزل لونه غامق جدا اه يعني بنشبههم معلش انا اسف زي الشاي كده اه بيبقى داكن جده ده برضو بيخلي المريض يتوجه على طول فورا للطبيب نسبه قليلة قوي من الالتهاب الحاد اللي بيحصل في الكبد ممكن يسبب لنا مشاكل كبيرة يعني معظم الحالات دي زي ما قلنا بتخفه مجرد بالراحة اكل خفيف مع ادوية بسيطة اه وبتبدأ الدنيا تهدأ لكن في بعض الحالات القليلة قوي 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 ممكن يسبب لنا مشاكل كبيرة لدرجة ممكن حتى ان يوصل لمرحلة فشل كابدي تاني يا ساتر اه في حاجة يا دكتور كان فيه سؤال جالي دلوقتي اه بيقولوا لو امرأة حامل عندها انزامات الكبد عالية هل بعد ما بينتهي الحمل اه بترجع تاني ولا بتاخد فترة يعني ده سؤال جالي دلوقتي الحمل نفسه ممكن طبعا بيأثر على الكبد ممكن يزود الانزيمات بيساعد طبعا على اللخبطة ممكن الدهون في الدم او بصورة او باخرى ممكن يشكل لنا حصوات على المرارة ممكن يلخبط شوية وظيف الكبد لكن لازم بنفحص يعني المرأة الحامل اللي عندها انزامات عالية لا دي لازم بناخدها بعين الاعتبار بنعمل كل الفحصات اللي ممكن تعليلنا انزيمات الكبد من ضمنها حتى الفيروسات نسبة الدهون في الدم الامراض المناعية عشان نطمن هل هي دي حاجة مزمنة ولا فقط مرتبطة بالحم على اساسها بيبقى العلاج لو الانزيمات مش عالية قوي بناخد حاجات بسيطة ادوية زي الاعشاب او كده ادوية طبية لكن لو عالي العالي قوي لازم نلاقي السبب لانه غاليا ما بيبقاش السبب المباشر هو الحمل اه ما بيبقاش هو الحمل ودوت هل يبقى ينتهي بعد الحمل اه ما على حسب بقى التشخيص اللي هيطلع اه يعني هل هو مرتبط فقط بالحمل ولا لا احنا عندنا حاجة مزمنة محتاجة عليك فترة اطفال اه طب ده كلام كبير نرجع تاني ان ايه الشكليات بالنسبة للكبد المزمن اه اول ما احس باستفرار اه احس ان انا عايز ارجع انا باقول انه مثلا جنبي وجعني يعني الكلام ده مظبوط ولا ايه طيب معظم الاسباب اللي بتدخلنا في التهاب كابي دي مزمن بيبقى صامت اه ويمكن انه دي مشكلته اه يعني بيكتشف بالصدفة اه عيا راح يعمل صنار مثلا على البطن اه ده فيه مثلا دهون على الكبد او الكبد شاكله دهني اه مريض بيعمل تحليل اه قبل ما يتوظف او قبل ما يسافر لا ده انت عندك فيروس سي فاعراضه ما ببينش غير في مراحل للاسف متأخرة اه اهم الاسباب اللي بتعمل لنا طبعا اه التهاب كابي دي مزمن ايه الفيروسات الكابدية اه سواء البي او سي اه الدهون لو فيه كابد دهني اه نتيجة مثلا سمنة او مرض سكري او ارتفاع نسبة الدهون في الدم كل ده بيخلي الدهون تترصب جوه خلايا الكابد اه بصورة كبيرة بس برضو مش كل الكابد الدهني عشان بس الناس بتقلقش انها نسبة عالية من الناس يعني عالميا من 10-20% ناس عندها كابد دهني اه نسبة قليلة اللي بيسبب لهم التهاب على الكابد يعني بيغير في الانزيمات يعليها يرفعها او يؤثر لي على وظيف الكابد لكن في النهاية اي حد عنده كابد دهني لازم يفحص كويس لازم يعمل انزيمات الكابد لازم يعمل السونار على البط لازم يطمن ان كبده سليم ووظيفه سليم عشان ما يدخلش في حاجة اكبر بالضبط طب يا طريد دكتور حسام السكر ادوية السكر ممكن تعمل فشل كابدي وكده مزمن اه كان زمان في بعض الادوية لا محرمه ما تدهاش ابدا لعيان كابدي مع الوقت الدراسات بدأت تتغير لا ده بقيت تفيد الكابد فهي مفيش حاجة ده خبر حلوه لا يعني هي احنا السكر ما يبقاش منتظم ده اخطر بكتير من ان احنا نفكر ايه علاج السكر اللي ممكن يقزي الكابد او كده لازم دايما نبقى مزبطين سكرنا سكرنا في الدم مظبوط علشان ما تمثيل الغذائي بتاع الدهون في الدم يفضل سليم وم الدهون دي ما تتراكمش في الكابد دكتور حسام طب ايه هي اسباب التهاب الكابد الوبائي المزمن يعني ايه اسبابه الكابد الوبائي هو اللي احنا بنقوله على الفيروسات سواء البي او سي وفي بعض الفيروسات التانية الندرة زي الفيروس اي والفيروس دي دي حاجات ممكن تسبب لنا التهابات مزمنة على او بشكل وبائي على الكابد اه لكن انا عايز اقول بعض المشاهدين مش مش بس الفيروسات هي اللي ممكن تسبب لنا في اسباب كتير جدا ممكن تعمل لها التهاب مزمنة على الكابد ايه الكحوليات طبعا هيش موجودة عندنا في مصر الحمد لله بالنسبة ببيرة لا في ناس بتسرب كحوليات من تحت الترابيزة بس بالنسبة لها طبعا لا برا اشهر سبب هو الكحوليات ربنا عفيهم يا رب ويبعدوا من الحاجات دي امين يا رب يبقى كحوليات كحوليات من اسباب مشهورة عندنا الامراض المناعية اللي ممكن تصيب الكابد زي ايه كده يعني؟ التهاب الكابد المناعي اجسام مضادة بتطلع في الجسم بتضرب او بتعمل التهاب شديد في خلايا الكابد يعني الجسم اقرب يكون بيحارب نفسه ودي بتحتاج بعض العلاجات من ضمنها بيبقى الكورتيزون لفترات معينة لغاية الالتهاب ده ما يهدى وبعد كده بناخد جرعات قليلة بحيث نحافظ دايما على ان ما يحصلش او ما يكررش الالتهاب ده في بعض الامراض تانية بتيجي مثلا في القوعية الدموية برضو ممكن تسبب لنا مشاكل في الكابد عندنا لو زادت نسبة الحديد في الدم بسؤور كبيرة ممكن تأثر برضو على الكابد نسبة النحاس لو زادت في الدم برضو ممكن تأثر لنا على وظائف الكابد دكتور حسام في ناس بتاخد يعني فيتامينات حديد اي حد بياخد فيتامينات معينة زي مثلا بناخد بيتناشر باخد حديد لازم اقسها دوريا في الدم بيتناشر برضو؟ يعني بيتناشر ممكن يؤثر على الكابد؟ مش فكرة ما بكلمش على بس تأثرهم على الكابد ولكن هم ممكن يعملونا تسمم لو زادت نسبتهم في الدم اه سواء الحديد طبعا الحديد هو اللي بيأثر بشكله باشرة على الكابد اه بيعملونا مرض اسمه هيمو كروماتوزز اه اه ممكن يعملونا حمرار في كف الايد اه مع الاعراض بقى التانية كلها الباقية يعني بقى الوحمات انه ممكن تظهر على الجلد اه يعني مثلا تبقى حاجة ندور كده على الجلد حمر قوي ده ممكن يبقى زادت حديد وقدة لا لا ده مرض كبدي ده مرض كبدي على طول ندور بقى على السبب من خلال الفحوصات يعني اه يعني اول ما حد يظهر فيه جسمه حاجة زي كده يجرب سرعة على الدكتور ده يبقى في مراحل متقدمة فغالبا المريض ده بيبقى قردي هو متشخص وعارفين يعني ده تبقى مراحل متقدمة في المرض بيبقى وصل لتليف في الكبد بقى متأخرة بقى تليف في الكبد مش كله متأخر برضو مش pantalla من يتخوص المشاهدين احنا مش عايزين من يواسلهم ابدا الكلام ملكة اذا تليف في الكبد انا تليف في الكبد ما برجعش يعني عندما فيه تليفicاب بهige baixان عكان كده الكابت انا كده الكببة بتاعنا نحاول نحافز على ما يمكن لكن عايزين دايما وظيف الكبد تبقى مظبوطة وده دايما بيبقى المهم بالعلاج وبالمتابعة طب يا ترى يا دكتور حسام البالون ليه دور في علاج الكبد الوبائي دوت يعني هل ليه دور في البالون اتعامل عشان مرض السمنة يعني البالون المعدة اتعامل للناس اللي عندهم وزن زائد أو سمنة مفرطة نساعدهم بيه إنه وزنهم ينزل للطبيعة لكن إحنا زي ما قلنا إحنا قلنا إن عشرة عشرين في المئة من الناس عندهم كبد دهني النسبة دي بيتزيد جدا في اللي عندهم سمنة يعني بتوصل لخمسة عمين لثمانين في المئة من الناس للسومان لا عندهم كبد دهني فجزء من العلاجات أو طبعا أهم حاجة في الكبد الدهني إن إحنا بنحاول نقلل الوزن نحاول نلعب رياضة نسحب الدهون من الدم لو ما مشيتش الطريقة يعني الوزن ما قدرش ينزله بنفسه أو بأي دايت أو برجيم لا بنرجع إن إحنا نحر ركب بلونة هيساعده طبعا إن وزنه حينزل بشكل أسرع والكبد يبدأ يتحسن طيب يلا بقى إحنا نشوف الفيديو دوت كده دكتور حسام يعني نشوف مع بعض يا جماعة الفيديو بتاع البلون والكلام دوت الأستاذ دي المخرج الجميل أهو البلون طبعا هو فكريته سهلة جدا نحنا بندي منوم للمريض بيبقى نام على جنبه الشمال زي ما إحنا شايفين كده ومندخل منظر حجر فيعة ربر صغيرة جدا وبنعدي البلونة جوه المريء المريض نو بيحسش بيها خالص لغاية لما بنوصل للمعدة أول لما بنوصل للمعدة بنتأكد الأول طبعا إنه فيش أي مشاكل في المعدة الدنيا كويسة أو المعدة سليمة خلاص بنتوكل على الله ونبدأ ننفخ البلونة بننفخها بمحلول ملح بنبقى ملوين وكده بمادة معينة بننفخها ما بين خمسمية لسبعمية ملي زي ما قولنا المرة اللي فاتت حسب طبعا حجم المعدة عشان ما نسدهلوش خالص وده بتديره إحساس شبعي يعني هي بتبقى كأنه أكل أكل كبير هي دي البلونة لك؟ بتبقى مادة سيليكون خاملة ما بيحصلش بينها وبين الجسم أي تفاعل وأمنة بنسيبها في المعدة زي ما احنا شايفين كده لمدة ست شهور أيوة وبعد كده بنخش تاني بالمنظار ونبدأ نسحبها تمام ده اللي بيحصل كده دوت اللي بنزل فيها ده بس فيديو توضيحي للأكل أو السوائل وهي بتنزل إن هي بتبقى البلونة واخدها حيس كدير من المادة فالجزء اللي فاضله أي أكلة صغيرة بيبدأ يحس بالشابة ده اللي نازل برضو ده المنظار نفسه بيورينا بقى طريقة الاستخراج بنخش زي ما قلنا برضو بالمنظار بنخرم البلونة تاني بابرة كده معينة نبدأ نسحب كل السائر اللي احنا حقلناه لغاية لما بترجع لحجمها الأولاني خالص ندخل أداة تانية بنسحبها كده بهوك كده معين طيب ونطلع بيها من المادة آمينة يعني تماما آه آمينة تماما آه ده كده خلص كده الموضوع خلص آه تماما يعني انت وضحت بالفيديو طريقة دخول البلونة وشكلها الآمن وسحبها طبعا ده بعد كده هود بيحصل ايه بقى يعني بعد ما بيتسحب البلونة هل بيتغير حاجة احنا دخلنا طبعا كده في موضوع السمنة آه البلونة هي وسيلة مساعدة يعني احنا بنحاول نساعد المريض ان يوصل لـ أو حياة صحية جيدة يعني طريقة حياة مناسبة ليه أكل صحي كميات محدودة نبعد عن السكريات والنشويات آه لو احتاجنا برضو نكمل نتابع مع دكتور تغذية ما فيش مشكلة نكمل آه المعلومة بس عزور المرضى ان البلونة لازم المريض هو بيركب أفاهمها يعني هي حاجة مؤقتة يعني يعني احنا قول ما بنشيلها خلص انت معدتك طبيعية احنا ملعبناش فيها هي هي نفس معدتك لو هنرجع نعمل اللي كنا بنعمله قبل كده أكيد وزنانها يزيد آه فلازم الأول المريض يبقى مستوعب الحاجة اللي بيعملها وإيه المطلوب منه آه عشان ياخد منها أقصى نتيجة وأقصى استفادة جميل جدا طيب إيه المقصود بالإسهال المزمن إحنا قدينا كده فكرة عنه وقال الحلقة اللي فاتت الإسهال المزمن هو تعريفه الإسهال اللي بيعود أكتر من أسبوعين ده على طول نسني إسهال اللي هو مستمر لليوم كامل وإسبوعين فتاة مستمر للمدة أكتر من أسبوعين أسبابه بتبقى كتيرة ممكن برضو يبقى عدوى آه ونعمل مزرعة براز نشوف العدوى دي إيه ونبدأ نعالجها بنحتاج طبعا نعمل منذار قولون وجزء كبير منهم بنعملهم منذار معدة في مرض اسمه اللي هو حساسية الأمح أو السيليك ده موجود يعني هو تشخيصه مش سهل لكن موجود وموجود بالنسبة مش قليلة بنخش بنشوف الأمعاء الدقيقة بالنظار العلوي بنشوف هل فيه يعني أتروفي أو يعني ضمور في الخلايا بتاع الإسنع عشا ولا لا احيانا بنحتاج ناخد منها عينات ونحللها في بعض العلامات أو التحليل اللي يطلبها من المريض في الدم برضو بتأكد لنا هل فيه حسية قمح أو لا وأحيانا بنشخصه حتى بطريقة العلاج بمعنى أن أنا بطلب من العيان أنه يبعد عن المريض الشنايس في الحاجات اللي فيها أمح يعني ما يكونش عايش بأمح أي حاجة فيها أمح يبعد عنها لو الإسهال توقف يبقى إحنا كده شخصا تماما في بعض الأمراض التانية المناعية اللي برضو ممكن تسيب القولون زي القولون التقرحي زي مرض كرونز إيه حكاية القولون التقرحي ده يعني بيجي إزاي ده هو برضو مرض مناعي بيصيب القولون بيجي مثلا في سن ما بين 20-30 سنة أو ممكن في سن أكبر من 50-70 سنة هو برضو مرض مزمن بيحتاج للعلاج والمتابعة دايمة والدكتور اللي متابع المريض بيطلب منه الفحوصات فيه أوقات دورية من ضمنها برضو من زار القولون اللي ممكن بيطلبه حسب نتيجة التحليل اللي بيطلب من العينة يعني هل تغيرات الخلايا درجتها قد إيه درجة تحدة المرض قد إيه مدة العلاج قد إيه كل ده بنحدده بالعينة اللي بناخدها من القولون خطورة بس القولون التقروحي إنه برضو لو العين ساب نفسه ما خادش علاج أو كسل مطنش هو طبعا أهم عرض بيجي مع القولون التقروحي البرازل المصاحب بدم يعني يبقى فيه إسهال والإسهال ده مخلوط بدم بيسبب له برضو أنيميا يسبب له مشاكل عامة في الجسم أحيانا بيجي بأعراض خارجية خصوصا مرض الكرونز ممكن يسبب التهابات في المفاصل يعني فيه ناس إحنا بنشخاص لها المرض حتى بدون أعراض الجهاز الهضمي بيجي لي المفاصل فيها التهابات ويتنقل من هي من يمين لشمال خصوصا المفاصل الكبيرة زي مثلا الردبة مثلا أه وتلاقي من تسأله من ضمن الأسئلة الحمام أخبار أقول لك لا ده أنا أصلا بيجي لي إسهال كتير وإسهال مزمن أه ممكن بيبقى نتيجة قولون عصبي أه ممكن طريقة غلط في الأكل بيأكل حاجات ممسكة كتير أه لكن الإمساك اللي بيهمنا اللي هو الحاد يمكن عكس الإسهال شوية إيه الفرق بين إمساك دول وإمساك الحاد المريض دي يجي يقول لنا بقى لي إسبوعين أو شهر عندي إمساك شديد بعمل حمام بصعوبة أه أخذ ملينات برضو مفيش نتيجة ده إيه مسكولتها؟ خصوصا مع لو سن كبير شوية بنبدأ نقلق ده يكون فيه مثلا أكتر حاجة بنقلق منها أه أورام القولون ها ممكن يبقى ورمها أخي أورام القولون اللي إحنا بن بنصنافها دي ممكن تاني أشهر مرض في العالم أو أكتر مرض انتشاراً أكتر ورم انتشاراً بعد السرطان السادي وإحنا بقينا بنشوفه حتى في سن صغير يعني من عشرين سنة بنلاقيه أقل من كده كمان يعني ما بقاش لي سن معي اه طبعا كل ما السن بيكبر نسبة بالنسبة 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 فأي ده مبينزل من القولون؟ لا لازم أفحص القولون إسهال مزمن لازم أفحص القولون إمساك حيات لازم أفحص القولون حتى الإمساك المزمن برضو لازم نعمل منظرنا تطمنة أنه مفيش حاجة عضوية نسبة بالنسبة بالنسبة نرحى قبل ما تحصل مصيبة بيها طب أحياناً دكتور حسام حد يحس بطنه بتتكركب كده وبتعمل أصواته وأحياناً تطلع ريح مش ريحته كويسة وبتاعة ده مشكلته ايه؟ أسبابه كتير أكتر حاجة لو المريض صحياً كويس بالكشف كده عليه مفيش حاجة يعني محسوسة في بطنه أشعيته كويس أو الصنار بتاعه كويس ممكن نشوك في قولنا عصبي ممكن بكتيري الحلزونية اللي هي منتشرة وموجودة كتير في المعدة ممكن كان حاجة مش مزبوطة يعني ممكن تبقى نازلة معاوية لا لو استمر باستمرار ده معاه؟ المدة بتفرق معانا طريقة أكله ايه؟ هل مرتبطة بالضغوط العصبية والنرفازة والحاجات دي ولا لا؟ يعني الكام دقيقة اللي بنعودهم مع المريض في الماخد منه التاريخ المرضي أو الهيستوري بتاعه بيفرق جديد جداً في توجيهنا وحتى توجيه هو الشخص مرضه والحالة بتاعته يعني أحياناً بيبقوا في ستات مثلاً يعني الرجالة سيبت منها يعني أحياناً بيبقى في ستات تبقى خايفة تبنمجن بجزها عشان خاطر ممكن تعمل حاجة ريحتها مش كويسة في بطنها مش مزبوطة احنا عندنا بكتيريا طبيعية مستوطنة في القولون ايه دي بتساعد في الهضم في الامتصاص الحاجات دي كلها ايه اي الأخباطة في الفلورا دي أو البكتيريا الطبيعية اللي موجودة في القولون ممكن تساعدنا دي يعني لو زادة البكتيريا اللي بتنتج غازات او ممكن تعمل لنا روايح كريهة اه وده فيها مشكلة؟ بنحتاج طبعاً منطهرات بنحتاج حاجات حيوية لديها للمريض بحيث نرجع له الفلورا الطبيعية أو البكتيرا الطبيعية في القولون طبعاً في حاجات مرضية برضو يعني مثلاً عياني جيشتكي انا بقي دايما ريحته مش حلو الناس بتهرب ده ممكن يبقى من ايه ده يا دكتور؟ بنسأله أسئلة كتير يعني هل في سكر هل فيه ممكن تبقى يعني الروايح بتطعم من البق بالدلنة او من الفم بالدلنة على برضو بعض الامراض يعني فيه ريحة مميزة مثلاً لمرضى الكبد اه فيه ريحة مميزة لمرضى الكلا تمام؟ اه فيه روايح بتبقى مرتبطة مثلاً بوجود فطريات في المريق نتيجة نقص مناعة مريض مثلاً عن السكر ومش مزبوط اه اه الانيميا ممكن مش بشكل مباشر لكن دي الحاجات المشهورة قوي ممكن تعمل هنا فيه برضو حاجات بتبقى موضعية يعني في الفم يعني مثلاً واحد عنده مشكلة في اسنانه اه هو دي كل القصة اه ده خالي يقول لا روح يبشي في اسنان هتلاقي فيه لكن لو طلع من بقه دم مثلاً اه حسب الكمية مع الروائح طلع جزء مثلاً بسيط ولا حاجة اه من بقه دم ده لها معنى ايه؟ اه احنا بنتطم بس اولاً هل ده حاجة يعني نزيف حاجة سببق له مشكلة كبيرة ولا دي حاجات مجرد سيولة مثلاً مرة مرتين ولا حاجة اه فيه ناس اللي عندهم مشاكل مثلاً فيه بعيداً على السنين طلع من دونهم مثلاً اه احياناً بتتبلع اه وهو يروح رجع اه اه ممكن اه نتأكد هل هو بيرجعها يعني هل هو جاية من جهاز هضمي ولا بيكحها جاية من الرئة فدي كلها حاجات بتفرق هل مثلاً البراز بتاعه بينزل فيه دم بينزل فيه براز اسود فيه بقى يعني عندنا اسئلة كتيرة ان شاء الله الحلقة اللي مع حضرتك اللي جاية هتبقى موضوحها اسئلة والاجابة من الدكتور حسام الجبالي اخصائي الكبد والجهاز الهضمي والسمنة احنا سعدنا بحضرتك والوقت معك بيجري بسرعة وزي ما بنقول لو نطوع قلبنا مش هنسيبك لان الناس كتير قوي عندها اسئلة كتيرة احنا بنوعدكم الدكتور حسام بيوعدنا على الهوى هيبقى معنا الحلقات اللي جاية ان شاء الله ان شاء الله هننصك مع الاستاذ واجدي ان شاء الله اخر واحد او في اول اتنين تقريباً رب نسهن ان شاء الله لان طبعاً هنجمع كل اسئلتكم وبإذن الله الدكتور حسام الجبالي الاخصائي الجهاز الهضمي والكبد والسمنة المتميز هيرد عليكم في الحلقات القادمة شكراً لحضرتك شكراً يا استاذ واجدي وشكراً لكم الاستاذ المشاهدين صباح بكرة أحلى عزيزي المشاهدين بنفكركم باللقاء الثاني مع الدكتور محمد عبد العزيز المتخصص في الشؤون الافريقية والدكتور المتميز هنتكلم عن التمويل الإسلامي للإرهاب انتظرونا بعد الفاصل